أربعة مطابخ مركزية تعاقدت معها هيئة الحج والعمرة تعمل على تجهيز وجبات طعام طازجة للحجاج العراقيين المتواجدين على الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج إذ يعمل 65 طباخا عراقيا على تجهيز الطعام العراقي الذي يناسب ذائقة الحج العراقية الحقيقة للطعام الذي يتقدم من قبل هيئة العليا للحج والعمرة طعام متنوع ووجبات سريعة ووجبات طازجة وتجي في أوقات بحيث نجي نلقى الأكل المتوفر أي حاج من الساعة السادسة صباحا وقبل السادسة صباحا الفطور نلقى متوفر الغداء قبل الساعة الواحدة نلقى متوفر والغداء متنوع بأنواعه بفضل الله ورسوله وعالبيته كل حجاجنا راضين نشكر الهيئة مع الحج والعمرة اللي مهتم حال بالحجاج الأكل يوميا المي اللبن الشرابيت الشاي يعني خير من الله أبدا يعني كله زيان مهتمين مش عن ما كان الحجاج العراقيون بدور تياحهم لنوعيات الوجبات الغذائية ولمستواها واصفين إياها بأنها الأفضل على مدى السنوات السابقة فالأكل جيد جدا والحمد لله ونشكر جهود العاملين على تلك الحفاوة والأكل يناسب كافة شرائح الحجاج من ضمنهم أصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص العاديين وشباب والأكل متنوع وجيد جدا ميتين بالمئة ولا سمية بالمئة ميتين بالمئة كمية الغذاء كافية وممتازة وبمستوى البيت طبخ جيد نظاف ومتوفرة أنا أحس السنة أفضل من السنوات الأخرى حسب ما نسمعه أو نعرفه أو حسب ما جينا سابقا بالنسبة للأكل أكل خوش أكل تمام ونظيف وجيد يعني يجب وقته وحار ومتنوع يعني يوميا يجبون أكل وانده أشوفه حتى أكل يعني مناسبة لكبار يعني يجبون بس صدر دجاج أكل ما بيدهن ومرتب ونظيف كل جيد يعني الحمد لله الهيئة قايمة بواجبها بأكمل وجه وتبقى اللجان الخاصة التي أوفدتها هيئة الحج والعمرة بانتظار توفيج خمسة آلاف حج عراقية لكن مكتب شؤون الحجاج العراقيين تحدث عن أن أعداد موظفي هيئة الحج والعمرة غير كاف بالمقارنة بأعداد الحجاج العراقيين